موسيقى السلام عليكم لكل متابعين جالي العزاز الاوفية انموت عليكم حبابي اينما كنتم داخل وخارج ارض الوطن تمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير شكرا لكم على الوفاء شكرا لكم على دعم القناة باللايكات اعطينا التعليق في هذا الموضوع وفي هذا المازال واللي نرى تكريمات بالجملة بالجملة اخواني اخواتي ارجو الوطن يالله ورقي كترتي ورقي كترتي وزتي فيه وقعدوا التكريمات ومزاف حبيبتي مزاف على التكريم كله كارية الباش وكارية كوريسيات وصدعت لي نمخاخنا وشوفي شوفي وحلي عينيك مزيان وطردقهم وشوفي التكريم ديال اللياتك وسيادك كيفاش دير السيدة دنيا جودة بعد استشارة السيد وزيرة الشباب والثقافة والتواصل نيابة عن السيدة الوزيرة تترمي من الثنان المتغلق سلمة رشيدة علي أنك شكرا لسيدة دنيا جودة بعد مزال مزال شهد التخضيري والورود من يخليهم لا تصف بهذا التكريم المميز لأن دائما تكريم بلدي عنده طعم خاص ومميز شكرا الوزارة التقافة شكرا المكتب الوطني للحقوق المؤلفين على التكريم على اختياري لتكريمي هذه السنة فخورة بثاف بهذا التكريم شكرا لكم وأكيد شكرا الجمهوري الذي بسبب وصل لهذا الشيء اللي أنا فيه اليوم الحمد لله بسبب هذا النجاح وبسبب هذا المحبة والحب سبحان الله يعز من يشاء ويذل من يشاء إخواني أخوتي العز وانصر لبنات بلادي الحرات القحات اللي تعزوا بنات بلادهم وبولاد بلادهم تحية كبيرة للفنانة سلمة رشيد الفنانة المتألقة إخواني أخوتي كيف مشاتوا معي هذا هو التكريم أديال بصح التكريم يا المغنية يا المشبهة من طرف وزارة التقافة والاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحمزوية واش سمعتين مزياد شكون اللي مكرم هاد الفنانة سلمة رشيد وزارة التقافة والاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين أش كون كرمك تلمرة الأولى اللي كان حاضر معك الهاكر برعاية الهاكر والمجموعات جمعات من جديد إخواني أخوتي نحن نعرف ماذا كون كرمت السيدة أكارية واحد القاراج كرت كوريسيات جابت الباش عيطت على الهاكر قاموا بالغارة التكريم اللي بسقع مكمشة ماذا كون مكرمهم؟ جمعية الشامبان والفرير والبانيوات ماذا كون مكرمك؟ ماذا كون مكرمك؟ ماذا كون مكرمك؟ ماذا كنت لتكريم كل مرة واليوم الاخوة الكرام المغنية المعروفة كتكرم من جديد عوض ثانية عوض تكرمت البارح عوض التكرم اليوم والفرق لم يصيبة والسيدة والفرق أخوتي ومع اسمعات بأنه كائنا وحط نقنقة بأنه وزارة الثقافة والإتصال قاد يكرم الفنانس المراشيد السيدة قتلوهم وثقاء انك إياس مهمك تفضل الأول وكما يرى حتى لا تتكرك فأني أكرمك وأدعيني أكرر الكورسي أعطي علي أن تتكرك وننخرج في الواجهة وما هو أن يريدون أن يقررون من جهر وإسركنت أن يريدون أن يريدون فأحساب الكورسي وإسركني أعتقد أن يريدون أن تكرمه لحوله ولا قوته إلا بالله العلي العظيم وما تريدون أن تتكرك وما لا تريدون أن تتكرك أو يريدون أن تتكرم شكاية كثيرة تقريبا وكي نستمع لتسعود الناس تقريبا والان الامور في طير انا غد نرسلكم جميع المقالات صحفية اللي نزلت وحتى التصريحات من مكتب حقوق الانسان وكاملين معايا مسان ديني وكان بغين نشكر كل انسان جاف صف وهذا ما عليك ستكرمي ستكرمي على فضح المرأة المغربية هذا ما عليك سيفرح عباداتك في كل مناسبة العيد للمرأة المغربية هاذا عليك ستكرمي على المقايحة التي تجد في بلاستك في الخليج ومغرب يشهدوا عليك و الشهدى عليك عمر كيمة حلية البشر تبعاله حاسول كابا الناس اللي يستهلو يتكرمو ماتكرموش مع العلم علم كالكاتير من الفنانات المحترمات اللي اعطاهوا للمجال الفني الكاتير واللي كيستحقوا التكريم إخواني أخوتي ومعمرهم ما تكرموا في الحياة ديالهم وكاينين فنانات اللي فقدناهم الإخوة الكرام رحلوا لدار البقاء ومعمرهم ما تكرموا في الحياة ديالهم واليوم كنشوفوا هذه المغنية هذه المحكومة بسنة سجنا نفيدا والقضية ديالها باقة في المحكامة في النقد والإبرام إخواني أخوتي لكن للأسف يتعطى غير للفاسدين والمفسدين ديك ساعة من أنت تكرمت ثلاثة مرة أه؟ لماذا أحببت لا تزيج لنا في الإداءة والتلفازة أو ناكرينك أه؟ ناكرينك ودك تكريم الخويدي لك حتى الشركة مهمة ما وقف عليه مصرحية مدروسة إخواني أخوتي كل المصاريف كلها على حسابها كل المصاريف على حساب أختي وبالرغم من أنه هذا التكريم هذا غير معطرف به إخواني أخوتي وهكاكو كتقول لك سبعيتهم وأنا مع أمهم والتانا خاصة نتكرم واخد تكريم ناقص اليوم كنشوفوه على أنه حيدرة هي اللي كتكرمها في هذا التكريم الملاوط إخواني أخوتي آه كنشوفو الشيلة جمعته والشيلة جمعت الشيلة جمعت إخواني أخوتي وهذه الأطراف كلهم كنا تكلمنا عليهم وعلى المسيرة لهم الأليمة والسوداء إخواني أخوتي هاااا والمغني حفاث لك الجريان والتانتي وهذه الحيدرة هذه قلتوا شنديروا ما نديروا نديروا شعبانة نديروا شعبانة مع شعبانة هذا وعباد الله يريدون أن يتجمعوا هااا والدقيقية واشطيح وارديح واجهوا مشوا مشوا لواحد الجويل على أساس أنكم ستكرموني بهم ونضعوا آنينبان في الواجهة هاا والفنانات اللي خاصتهم فعلا يتكرمونه ما تكرمونه وهذا التكريم الملاوطة ديالك وسيليز يديه في مخك هذا هو التكريم لك أنا التكريم عبلاش وعب صحتك ما التكريم الحقيقي والتكريم ديال بصح اللي كيتكرموا منه الناس من وزارة التقافة والاتصال راهم تكرموا بيه أما انتي يواش ديف البولة 90 وبصحتك شعبانة ديالك وبصحتك عو تاني زيت الميكرو قد يتلقي الخيطة على عباد الله إخواني أخواتي لانا الخبر ولكم تعليق خليونا التعليق ديالكم واللايكات لبطة جلد الفيديو خليتلكم مراح نتلقاو الفيديو جيد إن شاء الله والسلام عليكم